من غير زبدة ولا سمنة هنعمل خمس فطرات مشالتة كده بدون توريق او حوارات كتيرة الشكل والمستوى واضح قدامكم يا جماعة قدق الفطر هش وفي الفرن العادي وهنشوف مراحل التسوية مع بعض شايفين الجمال ممكون واحد بنجيبه من اي مكان منتجات قلبان لايك ترد للفيديو وشير ويشرفهم تبعاتكم ويلا نشوف التراول المقدير مع بعض في البداية معايا كوب وربع من المياه عليهم ربع كوب من السكر تمام عليهم نص كيلو دقيق مخبوزات او جمال اغراض بعجنهم مع بعض كويس جدا مدة عجمة التراوح ما بين العشرة للتنشر دقيقة لحد ما العجينة السكر يدوب فيها كويس جدا وتبقى نعمة معايا بالشكل ده وما حدش يقلق يفكر ان نسبة السكر علي او كده لق تمام يا جماعة عشان العجينة تلون معايا بسرعة شايفين العجينة قدقية نعمة ومخدومة كويس جدا معايا بعد كده هغلفها ببلاستيك راب وعايز اقولكم ما فيهاش اي تلزق اطلاقهم وهستبها ترايح جمدي ايه متمسها من ربع ساعة تلت ساعة كده او ممكن يا جماعة نحطها في بولا عادي ممسوحها بشوية زيت مش اكتر من كده في المرحلة الجاية بعد ما رايحتها اقيمة تلت ساعة كده هبدأ افك من عليها الستريت الشرب وهبدأ اديلها راشة ديق من فوقه من تحت وهبدأ افردها يا جماعة بصمك 3 ربع صمتي بالمردانة بتاعتي اللي موجودة في كل بيت براشة ديق من فوقه من تحت عشان المكون ده احنا بنفرد بالديق عشان يسحب معايا اي رطوبة بخلاف لما بنشتعل بزبدة معالجة او كده شوية بالطول كده وشوية بالعرض العجينة سالسة معايا ومش بتحتاج مجهود من اطلاقا شايفين اسهل من كده مفيش يا جماعة بعد ما فردتها كده يا جماعة هبدأ اشيل الديق معايا بعد كده يا جماعة ايمة كوباية من الاشطة الفلاحي اللي بتتباع عند اي محل منتجات البان بميتها عادي سواء منها صفر او بيضا اشتغلت بالصفر اللي هي البقري وما خدتهاش او اي حاجة اشتغلت بقى على طول ادت لها بس كده تالينة وببدأ كده وزعها بتبقى معايا اس برد كده فوق العجينة وبوزعها كويس جدا كوباية بالزبط يا جماعة كوباية مليانة بتتوزع معايا بكل سهولة في ناس بيقولوا عليها اشتط مزارع تمام فعادي هي دي باختلاف طبعا المناطق بعد كده يا جماعة بلف طرف العجينة ديق جدا كل ما بدي لفات كتيرة كل ما الفطر معايا بيكون مورق ورهيب ببدأ كده لف واشد بالراح ما بشدش قوي يعني بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده يا جماعة ها كده بعد كده هبدأ افضل اي هوا واقفل كده اللي حملت اللي تحت ده وهبدأ اقطع على طول حسب المقاسات اللي احنا هنفضلها شايفين اللفات اللي جوه دي دليل ان الفطر معايا مزبوط هيطلع مزبوط ولا غلطة مصطرة معايا شايفين خمس فطرات حطهم يا جماعة على طبق مدهون زيت تمام وغطى عليهم ببلاستي كراب واسبهم في التلاجة نص ساعة يشدوا معايا لان الزبدة دي بتكون زبدة طبعية معايا مش غاليا احنا بنشتري بس يعني اقل من اي زبدة بنجيبها يعني من اي زبدة بنجيبها بس هيطلع يعني بعد ما ريحتهم في التلاجة قيمة ربع نص ساعة جماعة بفردهم كده على شكل مربع صغير وابدا اقفل الاطراف على بعضها كده ومنساش وانا بفرد برشة الدقيق لان احنا معالجناش القشطة دي او باختلاف المناطق اللي بيقولوا عليها قشطة مزارع بتتبع عند اي محل منتجات قلبان بتبقى جاملة جدا يا جماعة بعد ما خلصتهم كده وكورتهم يا جماعة بغطى عليهم برياحهم برضو في التلاجة ايمت نص ساعة برضو بحيس لما انا حط صبعي في منتصف واحدة على ايه ملمش تاني برشة دي وبنبدأ نشكل الفطير بتاعنا شايفين بتفرد معايا بكل سهولة ولا اشتخرجة معايا او كده دايركت يا جماعة ببدأ احطه على صواني الالمونيوم الالمونيوم احسن حاجة في تسوية اي مخبوزات او اي كيك بصفة عامة او نواعم حتى بالشكل اللي انت شايفينه قدامكم ده وبس سبهم يا رايحوا بالزبط 10 دقايق ودايركت على فرن سابع التسخين مسبقا درجة حرارة تكاد تكون اعلى حاجة رف اول من تحت تمام بدأ خلو يكون الفرن ساخن قبلها بربع ساعة عشان ما يعدمش معايا زي ما انتو شايفين ما شاء الله من جوه الفرن والفطير بتاعي بينفخ وراهيب شايفين؟ ما شاء الله بيقعد معايا بالزبط من ربع لتلت ساعة المهمة راجع القعدة وهتما تاخد لون كده اشقر من تحت ما غمقش الارضي عشان الفطير ما يعدمش وينفخ معايا بعد كده لما برجع القعدة لو احتاج افتح له الشواية بافتح له بيطلع بنفس النتيجة دي يا جماعة الرهيبة طبعا ففطر تاني تاكلهم بألف هانا يعني وزي ما انت شايفين الشكل والمستوى قد ايه الفطير غاني جدا معايا وراهيب بألف هانا عليك يا رب جميعا